يعتبر الفيل من أكبر الحيوانات البرية على وجه الأرض يعيش في المناطق الحرة والمدارية في قرتي آسيا وإفريقيا الملامح العامة الفيل له جسم ضخم وثقيل ويمكن أن يصل طوله إلى حوالي من 7 إلى 9 أمتار يتميز بوجود خرطوم طويل ومرن يستخدمه للتنفس والأكل والشرب والتواصل لديه أذنان كبيرتان تشبه ورقتي شجرة تساعده في الكشف عن الأصوات والتواصل مع أفراد القطيع الفيل لديه أرجل قوية وعريضة مزودة بأربعة أصابع في القدم الأمامية وثلاثة أصابع في القدم الخلفية يتميز بوجود أنياب طويلة تعرف بالعاجل وتستخدم في الدفاع والهجوم وأحيانا في البحث عن الطعام السلوك والغذاء يعيش الفيل في قطعان تتألف عادة من الإناث وصغارها بينما يعيش الذكور عادة بمفردهم أو في مجموعات صغيرة يتغذى الفيل الإفريقي على العشب والفروع والأغصان والفاكهة بينما يتغذى الفيل الأسيوي أيضا على العشب ولكنه يفضل النباتات الأخرى مثل الأوراق والجذور يمضي الفيل معظم وقته في البحث عن الغذاء والشرب ويحتاج إلى كميات كبيرة من الماء يوميا للبقاء على قيد الحياة الحفاظ على الفيل يواجه الفيل تهديدات خطيرة بسبب الصيد غير المشروع لعاجه وتدمير المواطن الطبيعية العديد من الجهود تبذل حول العالم لحماية الفيل والحفاظ على مواطنه الطبيعية بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية وتنفيذ القوانين لمكافحة الصيد غير المشروع الفيل يعتبر رمزا للحكمة والقوة في العديد من الثقافات ويحظى بالاحترام والتقدير من قبل الناس هذه معلومات عامة عن حيوان الفيل يمكن أن تختلف بعض التفاصيل حسب النوع والموطن الجغرافي للفيل شكرا لك على المشاهدة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد بإذن الله شكرا لك على المشاهدة